اهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم شيتشات ستات اهلا يا امان اهلا بيك يا امل واهلا بالجمهور طبعا وسعد ان احنا معاكم مرة تانية النهاردة الحلقة بتاعتنا عن الشخصيات السمة وكلنا ربنا خلقنا على الفطرة والفطرة يعني حب الصفات الجيدة وحب الخير والنفس السوي ما فيش طفل طبعا بيتولد استغلالي او بيتولد عنده كبر او عنده غيرة مرضية لكن الحقيقة نظرا للتربيات المختلفة من بيت لبيت بتقدي الى ان الحاجات دي تتغير اللي احنا بنكلم فيه النهاردة ان مثلا لو ربنا خلقنا بروح التنافس ربنا خلقنا بروح التنافس دي عشان خاطر نطور من نفسنا ونبقى احسن لكن بعد الناس بيستغلوا النقطة دي وبتقفر منهم وتبقى لب معاهم بغيرة مرضية ولان البناء اصعب من الهدم فبيبقى اسهل على شخصيات دي انها تنتقم من الشخصيات اللي بتوصل لمراكز معينة علشان تحصل على حاجة مش بتاعتها النهاردة عايزينكم تشاركونا المواقف اللي انتو بتقابلكم مع الشخصيات السامة دي وتقولونا انتو تصرفتم معاها ازاي ايمان انتو بتقابلي النواية دي كتير هو مفيش حد اكيد مفيش شك انه يعني مفيش حد في الدنيا ممرش عليه شخصيات زي كده سواء كنت انت شخصية نجحة وشخصية بسيطة لازم كده في حد حط تعينه عليك وعلى اللي عندك احنا يعني النهاردة هنقسم يعني نفسنا ان احنا نتكلم على ثلاث مجموعة شخصيات لو الوقت اسعافنا يعني ولكن هنتكلم عن الشخصية الغيورة او الحقدة او الحسدة كمان هنتكلم على الدراما كوين اللي هي الشخصية اللي بتبقى دايما كده عمللنا دراما جو دراما في المنطقة هنتكلم عنها بالتفصيل طبعا وكمان عندنا الشخصية الانتهازية والوصولية اللي هو المنافق يعني لو ابتدينا هنبدأ بالشخصية الغيورة الشخصية الغيورة دي يعني اللي استفزنا ان احنا نتكلم عنها فاجعة بشعة حصلت حدثة بشعة جدا حصلت ما بين اتنين اصدقاء او اتنين اصحاب الحدثة دي حصلت لسه مفيش يعني في بداية الاسبوع وحصلت في منطقة الجيزة وحاجات طبعا يعني غريبة عننا شوية بس ما عرفش ليه تدت تظهر في مجتمعا الشخصية دي كانت او الحدثة دي كانت عبارة عن انه فيه اتنين ستات اتعرفوا على بعض فيه مكان زي مركز تخصيص كده احنا عارفين ستات بيروحوا بقى نعود لوك لوك كتير ونرغي كتير ونحكي بقى عن نفسنا كتير ويتعرفوا ببعض ويبقوا يعني ايه مندمجين بقى مع بعض جدا حتى لو الشخصية انا مش على دراية كاملة بيها بعد كده ابتدوا بقى يتزوروا هي تروح لها كتير وجوزها مش موجود وبقت فيه زيارات ما بينهم كتير جدا اللي حصل ان ستة دي شافت عندها كمية من الذهب وابتدت بقى الغيرة بقى جوه يعني هي اساسا مش حرامية يعني ما سرقتش قبل كده ما حصلش عندها فكرة انه هي تبقى عندها الجريمة في دمها او كده ولكن حصت بقى بغيرة بشعة جدا وقالت لا انا لازم اخد الذهب ده ليه انا انا هسرقوا هسرقوا حاولت في الاول التعامل مع الموقف ما ادرتش قررت انها هتسرق الذهب حتى لو هتقتلها وفعلا في يوم قررت وعملت جريمتها وقتلتها بالخنق وكل بقى المشاعر قعدت تقول لها انا لسه عروسة ومتجاوزة جديد حرام عليكي كان نفسي يبقى عندي اولاد كان نفسي اخلف انا كان نفسي يبقى عندي اولاد واشوفهم كل ده طبعا الكلام ده ما اصرش فيها تماما عليها غشاوة جمدة والغيرة بقى نار وقتلتها غريبة انها بعد ما قتلتها شربت كوباية الشاي اللي كانت عملها لها وبعد كده مشيت الحقيقة هي مش حاجة غريبة لان اول جريمة تمت في التاريخ كانت بسبب الغيرة برضو لو نعرف ان اول جريمة قتل حصلت كانت ما بين الاخين قبيل وهبيل لما قبيل برضو كان عنده اعتراض على امر ربنا وكان دايما حاسس بشعور من غيرة فضيع جدا من اخوها بيل وتمت جريمة القتل دي اللي طبعا كانت جريمة بشعة وكانت تعتبر اول جريمة قتل على مستوى التاريخ اذا الغيرة هو شعور ممكن يوصل البني ادم ان يقتل دي بقى يعني الحاجات اللي احنا عايزين نتكلم عنها ازاي نطقي النهاردة يعني شر الناس هي الحلقة اصلا اسمها يعني ربنا يكفينا شرهم فاحنا كنا عايزين نعرف ازاي ممكن نطقي شر الناس دي طب ونعرفها ازاي يعني نعرف الشخصية دي بتغير ازاي احنا عارفين طبعا ان الشخصية الغيورة بيبان في عينيها على طول ما فيش حاجة اسمها ان انا بداري ومن الغباء انها تحس انها مش مكشوفة يعني هي مكشوفة جدا تبقى باين عليها جدا جدا غيرتها وبالتالي يعني بتبتدي بقى تدبر كل المكائد تحول بكل الطرق انها تسعى في تدميرك بشكل كامل اكيد بقى هنتناول مجموع من صفات اكتر عن الشخصية الحقدة او الحاسدة ولنا بقى انها اكترية انا بشوفهم نوعين الحقيقة النوع الاولاني هو اللي احنا عارفينه اللي هو بيبقى معجب بانجاز شخص ما انه وصل لانجاز معين والانجاز ده هو عايز ياخده لي معيدا عن الشخص اللي المفروض ياخده عن جهده وما بيبقاش شايف المجهود الكبير اللي هو بزله علشان خاطر يوصل للانجاز ده بيعمل كل اللي يقدر عليه علشان ياخده بشكل غير مشروع الحقيقة ده نوع موجود وكلنا بنقابله فيه نوع تاني بقى انا باعتبره نوع غريب اللي هو ما بيشاركش خبراته مع الاخرين يعني بتلاقي ان شخص مثلا شاطر في حاجة معينة والناس حواليه في نفس المجال وبيحاولوا بقدر الامكان انه هم يستفيدوا منه او ياخدوا مساعدته هو بيتنصل من مساعدتهم تماما علشان يبقى هو اشطر الشاطرين الحقيقة هو فكرة انه بيبقى اشطر شاطرين هو بيبقى اشطر واحد في المكان خايب زي اللي بالضبط ان شخص الناجح في المدرسة لم ينجح احب انا ما بعتبروش نجاح على الاطلاق يعني المفروض ان انا عندي خبرة ما في مجال معين اساعد ايمان اساعد اي حد بيبقى عايزي يعني يطلب مساعدتي علشان نبقى كلنا كاتيم شاطرين وبالتالي انا حبقى ده النجاح الحقيقي اللي المفروض اوصله النوعين الحقيقة اللي احنا ذكرناهم دول بيبقى هدفهم الاساسي انه هم يشوفوا البني قدم ده مأزي باي شكل من الاشكال وبيعملوا مكايد ويعملوا خطط مع الاخرين اللي حواليه علشان يوقعوه ويحيدوه عن المصار الصحيح اللي هو ماشي فيه تمام وفعلا احنا يعني بنواجه بقى الشخصيات دي باستمرار وزي ما قالت امل هو بيحب دايما ان هو ياخد اللقطة وما يشاركش غيره ومع ذلك هو ما بيتواجدش غير مع جروب ولكن لازم الجروب دول يبقى ضعف منه يعني هو دايما يحب يكون موجود وسط مجموعة علشان كمان هو شخصية جبنة قوي لانه هو فائس نفسه يعني هو عارف نفسه كويس قوي عارف انه مثلا بيجيب سيرة فلانة دي وسط المجموعة دي بكل شر حتى لو الصفات دي مش موجودة فيها او القصة دي انا بعملها علشان انا بحاول اظهر يعني للناس ان الشخصية دي سيئة فبالتالي يبعدوا عنها ويبقى كل الحب والود ليا انا وانا اقتضبهم ناحيتي واستخدمهم في انهم يساعدوني الناس بقى فيه ناس ساعد بتتأثر او في بعض الناس كمان بتبقى حب تصدق ده يعني هما من جواهم حبين يصدقوا ده عن الشخصية ممكن برضو نوع من انواع الغيرة او حاجة ولكن زي ما اتفقنا هو دايما موجود وسط الناس ويكره المواجهة لانه عارف انه خسران خسران في المواجهة بس يعني للأسف الشخصيات دي موجودة حوالينا طول الوقت في فئات مختلفة من الناس اللي بنتعامل معهم يعني مثلا ممكن نلاقي الشخصية دي مقرب جدا لي صديق مقرب اخ او اخت ممكن معارف انا قابلتهم ممكن الناس بس زملاء في الشغل يعني في الحالة دي احنا محتاجين فعلا وسيلة للتعامل مع الناس دي يعني انا هتعامل ازاي لما لاقي صديق المقرب اللي مش عايز اخسره انه بيغير او مثلا يعني حد من الاخوات يا انتو بقى عملين تفتكروا دلوقتي انا متأكدة الموقف اللي حصلت معاكم اللي يعني ممكن يكون حد قريب لكم عملها او حاجة او ناس في الشغل او كده هتعامل معهم ازاي وطبعا الصديق ده بالاخص يعني انا هتكلم عنه تحديدا انه بيكون من الناس اللي فيه ما بين عشرة طويلة واكيد احنا اتعاوننا وتألفنا في حاجات كتيرة قوي فخسرته هتكون خسارة كبيرة جدا هل مفروض اننا اخسر الناس الحقيقة number one كده او البوينت الاولى لا ما تخسرش حد حاول بقدر الامكان ما تخسرش حد ولكن يعني اتبع المثل اللي بيقول اعرف صحبك واعلم علي يعني الصديق المقرب ده المفروض اتتبع مع سياسة مختلفة تماما وهي اننا الاول احاول اننا ما اظهرش الحاجات اللي ممكن تصير غيرته احنا بشر وغيرة موجودة فينا كلنا بوضع طبيعي جدا وموجود فينا كلنا تخلقنا ممكن يكون فينا النسبة دي تكون موجودة ولكن مش كل الناس على معرفة ازاي تتعامل معايا بشكل يكون ايجابي مش سلبي فالشخصية لو هو صديق ليك وغيور حاول ان انت بقدر الامكان ما تظهرش الاشياء اللي ممكن تصير غيرته اكيد بتحس بتفهم من نظراته فبالتالي تجنب الشيء ده طب ايه تاني ممكن نعمله لأ نساعده يعني لقيت انا صديقي المقرب ده ان انا اقدر ان انا ساعده ان انا اقوم يعني حاجات فيه للافضل وخليه يستغل مهاراته للافضل لو هو مش عارف احاول ان انا مدله الايدي وان انا ساعده كمان لازم البني ادم يكون يبعد عن فكرة انه يجرح مشاعره او يواجهه يعني بلاش مثلا تواجه صديقك او اخوك او الناس دي تقولهم انت غيران مني او انت عملت ده علشان انت يعني تقصد غيره لأ ما حاولش اباين له كمان ان هو يقصد ازيه او ان هو يقصد غيره ليه لان اكيد اكيد انا مش حابب ان انا اخسر الشخصية دي طب فيه بقى كده ايه اللي هما بنسميهم المعارف كده الطياري بقابلهم في النادي او ايه حتة ممكن بقى امل تكلمنا وتعرفنا ان نتعمل عنه نوعية دي انت ممكن تستمتعي بصحبتهم بس شرط انك تسطح علاقتك بيهم يعني مش ضروري انك تعمق علاقتك بيهم وتعرفهم كل تفاصيل حياتك كل ما هيعرف تفاصيل عن حياتك هيلاقي ان فيه نواقص النواقص دي عند كل الناس مش عنده هو بس وعندك انت كمان بس هو الحاجة اللي شايفها زيادة عنك دي بتخليه يتصير غيرته فاحنا مش عايزين انك تخسره وفي نفس الوقت برضو ما تبقاش مادة انه هو يستخدمها علشان الصفة دي يستغلها ضدك فاحنا عايزين العلاقة تبقى سطحية وهو استمتاع بالصحبة دي بشكل لطيف ما فيهوش افورة وحاول بقدر الامكان انك انت تقلل برضو الخروجات الكتير معي يعني يفضل انك انت تبقى محدد يعني الصديق المقاردة بقوي والمعارف فيه فرق ما بينهم يعني ده حيخليك على علاقة جيدة بكل الناس من غير ما تتأذي بالغيرة بتاعته كمان لو عندنا زميل عمل ممكن جدا ان احنا نتجنب ان احنا نعرض مخططاتنا المستقبلية قدامه وكمان خليك بارد يعني انت حسيت ان الشخصية دي بتغير هدفها انها تستفزك واتخدك للمسار بتاعها للتوكسيك ريليشن اللي امل قدمتنا وقالت لنا عنها في الاول ان هي حاجة كده يعني شوية سموية او يعني بتدي مشاعر نيجيتف كتير او سلبية كتير نحاول ان احنا بقى يعني ما ناخدش نفسنا للاتجاه ده ولكن نحاول ان احنا نركز اكتر في طريقنا مهما حاول ان هو ياخدنا لفكرة الحرب معايا او الانتقام او الاحساس بالمشاعر السلبية وفي العموم ان الشخصية اللي بتغير يعني لو غيرت نظرتي ليها بدل ما هي نظرة ان انا ارد عليها الحقد بحقد زيها او اني ارد عليها بكره انا ممكن اغير نظرتي ليها باني اتعامل معها لانها شخصية تستحق الشفقة يعني هو غصب عنه مش قادر يعمل كنترول على مشاعره يا جماعة فانحاول ان احنا كده يعني لو ربنا وهبني المقدرة دي ان انا اقدر يبقى عندي ثبات وايمان بالله وان انا اعمل كنترول على مشاعري احاول بردو ان انا ابوصله بنظرة شفقة هلاقي ان انا نفسي استريحت كتير جدا وحسيت ان انا ممكن اتعامل معايا ولكن بردو في الحدود اللي ما تخلنيش اتعامل مع شخصة في الاخر يقتل هنتحول بقى للشخصية التانية انا بحساكم ادية جدا للشخصية دي اللي هي الدراما كوين يعني برغم انها كل حياتها دراما وعيات وصريخ وبوكة لكن بحساكم ادية اول ايه هي شخصية الدراما كوين الاول يعني دي الشخصية الاور اللي هي ممكن تبقى الحاجة عندها قد كده وانت تبقى شايل هبوم اكتر منها بكتير قد كده ولكن كل ما تشوفها تلاقيها بتعيط شايل الهم مش عارفة تتصرف مأفورة كل شيء كل ده يعني بتعمله وهي الحقيقة مش صدقة فيه يعني فيه ناس غصبة عنها يعني ضعيفة ولكن الحقيقة انه الدراما كوين بتعمل من الحبة قبة وبتكبر الدنيا جدا في المشاكل اللي تخصها وليها هدف اساسي من ده ولكن تعال اول نشوف مواصفات اكتر للدراما كوين مع امن وبعد كده نشوف برضو هنتعمل مع هزي لا هي الدراما كوين دي يعني زي دول عاشقين التمثيل يعني ودول باعتبرهم خلافاء ليوسف وهبي وامينة رز نحاية في مصرحية رجلية بحتة يعني مثلا هتلاقي مثلا لو زوجتو تقمصت من حاجة صغيرة يجي اسألها انتوا طبعا عارفيني السؤال المعروف مالك مفيش مالك مفيش فطبعا نص ساعة ويرجع لها تكون هي خلاص وصلت للزروة تبتدي بقى يعني اللي هو الاهتمام ما بيطلبش انت كنت فين ما معرفش ايه حصل وتبدأت تقول تاريخ حياتها من يوم ما تولدتك والمقاس اللي حصلت فيها كلها وكأنه مفيش في حياتها اي حاجة كانت لطيفة ابدا الشخصيات دي قاتلة يعني فيه ممكن اثنين اصحاب تلاتة اصحاب خارجين واحدة اعتذرت عن الخروج والاتنين قرروا انهم يخرجوا وبعدين شافت هي صورهم مثلا على السوشيال ميديا بتبقى بقى مناحة يعني لما يجوا لها تعالي ما انتو خلاص اتعودتوا على انكم تخرجوا من غيري ايه يعني مش فهمة ما خلاص انتو زبطتوا حياتكم من غير وجودي تقنيب 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 طول الوقت الجميل بقى ان مش بس الستات اللي بتعمل كده فيه دراما كينج يعني الراجل كمان عنده نفس المشكلة بس هو بيعرضها بشكل مختلف عن الست يعني الست بتعيت وتكتئب وتنكد وحاجات كده لا هو بيستخدم طريقة تانية خالص هي طريقة المحاضرة يعني لو حاجة مش عجبا يبتدي بقى يناظر ويحاضر كأنه وقف دكتور في مدرج ويفضل يدي في القصة دي عدة ايام بقى انت وحظك معي يعني المقساة دي يعني الشخص اللي بيبقى وقف قصادها ده بيشرب طاقة سلبية يعني من هنا البكرة وما بيبقاش عارف يتصرف ازاي مع الشخص اللي قدامه طبعا هو فعلا الدراما كوين كمان بتعمل ده الهدف يعني هي ليه هدف من ده كله لان دي مش طبيعتها يعني هي الشخصية اللي ممكن تلاقيها مثلا فجأة كده ده معطرت منها بدون اي سبب مقنع ولكن ليه انا عايزة الفت الانتباه عايزة اخلي الناس تهتم بيه انا تشوفني قد ايه انا حسيسة ومرهفة المشاعر وممكن بقى يعني لو حد مهتمش بيها شخصيتها يبان عليها جدا يعني هي بتبقى كمان قصد ده لدرجة انه ممكن يوصل لصورة مرضية انه اوتوماتيك على طول تتغير يعني تلاقيها مثلا حصلها تشنجيت تتوتر بطريقة مشتبعية لو لقيت ان حد مثلا بيبص على حد غيرها او انه حد مهتم في الكلام او بيقول كلمتين كويسين يمدح مثلا في الشخصيتاني غيرها او غيره فتلاقيها فجأة تبتدي بقى تلفت الانظر باي طريقة يوم عليها تعيط تحاول انها مثلا تعمل اي سلوك غريب كده المهم انها تلفت النظر ليه وبيكون ده الهدف الاساسي للدراما كوين بتصدر بقى كمية يعني الشخصية بقى اللي بتروح الشغل بتقيها طول وقت عمالة او جرتك او كده عمالة تحكيلك في مقاسي الحياة فيش حاجة حلوة في الدنيا وعمالة تصدر لك بقى كل النيجاتف انرجي او الطاقة السلبية اللي جواها تلاقي نفسك امتي من قعدتها عيانة او يعني مكتائبة وشايفة الدنيا سودة فدي من سلبيتها يعني من اهم سلبيتها انها دايما طاقة سلبية طول الوقت بلاس كمان انه هي بتغصب عنها بتاخد حيز كبير من اهتمامك اللي ممكن يكون مش من حقها غير انها كمان بتشيل الاهتمام اللي المفروض يكون للشخص الاخر اللي محتاجه بالفعل وتاخده كله ليها تسعى دايما ان كل حاجة تبقى مش عشان هي مثلا لا علشان هي عاوزة كل حاجة كويسة ليها وفقت وبالتالي كل دي حاجات بتأثر فينا احنا نفسيا بطريقة غير مباشرة ممكن ما نحسهاش ولكن نلاقي بقى كل الامراض والاوجاع جات لنا مرة واحدة وحاسين بان الدنيا سودة وتقفلت وهنلف نلاقي في الاخر السبب هي الجامة كويسة نتعامل بقى مع هزاي احنا هنقتم احنا للأسف وقتنا خلص واحنا بس هنقولكم ارجوكم لما تدربوا نفسكم على انكم تتجاهلوا الشخصيات اللي زي دي واكيد الحلقة دي تكملة الجمعة الجاية ان شاء الله اشوفكم على خير ويوم سعيد عليكم كلكم سلام يا مي بجي بو هم باستاني تريدين